بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاهِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صدق الله العلي العظيم كانت إمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بدءها في سنة 183 الهجرة اليوم الذي استشهد فيها الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وكان عمر الإمام الرضا في ذلك الوقت يقارب الثلاثين عاما وعلى بعض الروايات خمسة وثلاثين عاما ولكنه عليه السلام إلى ذلك الوقت لم يرزقه الله سبحانه وتعالى الذرية ثلاثين سنة أو خمسة وثلاثين سنة يمضي من عمره الشريف وليس له ولد وبعد إمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إلى 12 سنة أيضا لم يرزقه الله الذرية وكان مولد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام في سنة مية وأربعة وتسعين يعني بعد إمامة الإمام الرضا عليه السلام 12 سنة تقريبا في وقت اللي كان عمر الإمام الرضا أكثر من أربعين عاما طبعا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في أخير حياته كان مسجون والناس ما كان لهم طريق للوصول إلى الإمام الكاظم باعتبار أنه مسجون ولا إلى أولاد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام باعتبار أنهم كانوا محاصرين لذلك كانت تتعلق في ذمة الناس في هذه الفترة حقوق شرعية من الخمس أو الزكاة أو أموال كانوا يريدون أن يوصلوها إلى الإمام عليه الصلاة والسلام ما عدهم طريق فوثقوا بعدة من الناس أجموع من الناس ظاهرهم الصلاة الناس وثقوا بهم وأودعوهم تلك الأموال لكي تبقى عندهم وبعد أن مثلا يطلق صراحة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يوصلوها إليه زين يوم يوميا سنة سنتيا طولت الفترة فتكدست هذه الأموال عند هؤلاء الناس الذين وثق بهم سائر الناس واستشهد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وهذه أموال كبيرة كانت زين ذول فكروا أنه إذا يقرون بإمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أنه يسلم له تلك الأموال من جهة أخرى شيطانهم يلعب بالإنسان بعض الأحيان معصية صغيرة الإنسان لا يغتر لكن إذا صارت معصية كبيرة بها مصالح كبيرة قد يغتر الإنسان يمكن واحد فلس ما يبوق ما يسوى لكن إذا صار مليارات مثلا يمكن الشيطان يلعب فهؤلاء هذه الأموال أموال طائلة كانت عند أحدهم علي بن أبي حمزة البطائني اجتمع سبعين ألف دينار ذهب سبعين ألف ليرة ذهبية تقريبا 300 كيلو ذهب يصير إذا تريد تحسب بالكيلوات وعند أحدهم عشرة آلاف دينار وعند الثالث عشرة آلاف وعند الرابع جواري وأمور أخرى اجتمعت عندهم فذول فكروا في أنه كيف يستولون على هذه الأموال طريقة الوحيدة اللي فكروا عن طريقها ليستولوا على هذه الأموال هو إنكار وفاة الإمام الكاظن أنه الإمام الكاظن ما مات وأنه المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وليه هو الإمام الكاظن مولي بعده وأنه حي وابتدعوا مذهباً هذا المذهب مذهب الواقفة الذين وقفوا على الإمام الكاظن خلاص أخير إمامه والإمام الكاظن هو المهدي وطبعاً الإمام الكاظن عليه الصلاة والسلام وعلى لسان الإمام الصادق وعلى لسان الأيم السابقين أنه المهدي هو يكون الكاظن وبعض الأحاديث الصحيحة هم حرفوا بيها أو في معناها أولوها وبعض الناس من عامة الناس ربما يخدعوهم بطريقة زين تريد تشوف الإمام الكاظن يصير بس لازم تلاث ثيام تصوم بلياليها يعني النهار صايم وبالليلهم صايم زين إذا واحد ثلاث ثيام ما أكل طعام زين عينها تروح تغوش بعد زين ما يشوف وتريد تشوف الإمام الكاظن نص الليل لازم تجي وهو ثلاث ثيام ما ماكل شي وغالب الضعف ونص الليل يجي بسرداب مظلم وأحد من ذاك الصوب يتحرك حركة ويتكلم كلام وبسرعة يلا يلا طلع طلع الإمام عنده شغل فخدعوا مجموعة من الناس بهذه الطريق طبعاً الأساليب الشيطانية وهي أساليب جديدة هي أساليب قديمة من اليوم الأول اللي الشيطان حاول أن يخدع آدم وحواء وإلى يوم كهذا أساليب نفس الأساليب بس الوجوه تتغير الأساس هي المصلحة والدين يتخذ ذريعة زين والناس اللي عقولهم قليلة أو لا يفقهون شيئاً إذولهم ينخدعون فأسسوا مذهب صار مذهب الواقفة وإلى صار أتباع كثيرين ومجموعة من الشيعة انخدعوا بهم لأنه كانوا يثقون بهم ونقلوا حديث عن الإمام الصادق وحديث عن الإمام الكاظم وكذا وكذا زين وعدهم دليل دليل شنو هو أنه لو الإمام الرضا هو الإمام وهو الإمام الثامن وبعده أكو إمام وبعده أكو إمام إلى الثاني عشر وهذا عقيم أمره 40 سنة صاير ما عنده ولا ولد ولا ذرية عنده الله سبحانه وتعالى من بعض الأحيان يريد يمتحن الناس امتحان وكان يمكن الإمام الرضا الله يرزق الذرية وهو عمره 15 سنة 16 سنة مثلا لكن أخر هذا الأمر إلى يوم إمامته وفي زمان إمامته 11 سنة مأخرها أيضا امتحانا للناس لأن الله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون زين تريد تحصل جنة عرضها كعرض السماوات والأرض بلاش تحصلها له لازم فد امتحان تنجح به وإذا نجحت بالامتحان تجيك الشفاعة وتدفعك شوية ما يخالف بس الأساس أنت انجح بالامتحان بعد ينت الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يرفع الدرجات إذا عندك ذنوب عندك كذا الله يغفرها إلك بس لازم الأساس يكون صحيح إذا واحد أساس باطل بعد ما يلازم لا يتوقع شيء من الله سبحانه وتعالى سقطوا في هذا الامتحان زين وكانوا يأتون إلى الإمام الرضا ويطعنون ومجموعة من الشيعة هم أصيبوا بالإحراج زين هاي شبهة شنو جواب هاي شبهة يجون الإمام الرضا الإمام الرضا يقول الله سبحانه وتعالى قدر لي الولد لكن مو الآن مو كل الناس سم إيمانهم إيمان أبي ذر وسلمان بعض الناس إيمانهم متزلزل إلى أن ولد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام وعمر الإمام الرضا فوق الأربعين سنة ومضت من إمامته دعش سنوات فميلاد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام وبعدها الإمام الرضا رزق ذرية أخرى أيضا بس أولهم كان الإمام الجواد في الحديث الشريف ما ولد مولود أكثر بركة في الإسلام من محمد بن علي الجواد عليه الصلاة والسلام أكثر بركة ليش لأنه حجة الواقفة بطلت كان همهم صار فيه على إنكار إمامة الرضا عن طريق إنكار الولد له هذه الحجة بطلت أو بطلت فالله سبحانه وتعالى بطل حجتهم وأيد هذا الدين بمولد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام لذا ما ولد مولود في الإسلام أعظم بركة منه طبعا الأئمة السابقين أفضل من الإمام الجواد أمير المؤمنين أفضل من الإمام الجواد الإمام الحسن أفضل منه الإمام الحسين أفضل منه الإمام زين العابدين أفضل منه وهكذا لكن نفس المولد يكون في بركة بأنه مذهب باطل ينتهي وأساسه ودعامته وكل شيء من في هذا المذهب الباطل بميلاد الإمام يبطل ما عدنا فيه إمام آخر غير الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام لذلك ما ولد في الإسلام مولود أعظم بركة منه وحياة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام يعني ابتدأت إمامته عندما كان عمره سبع سنوات أو تسع سنوات حسب الخلاف في تاريخ مولد الإمام الجواد لأن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام استشهد في سنة مئتين واثنين للهجرة والإمام الجواد كان عمره سبع سنوات أو تسع سنوات طبعا هذا أيضا كان تأييد الدين من الله سبحانه وتعالى ليش؟ لأنه إمام عمره تسع سنوات طبعا الظاهر ظاهر صبي يعني ولد عمره تسع سنوات هذا الشكل الظاهر بعد لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأنبياء والآئمة تركيبتهم الجسدية كسائر الناس وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام فالتركيبة الجسدية مثل سائر الناس قل إنما أنا بشر مثلكم نعم روحه ومقاماته ذاك بحث آخر بس بالشكل شكل إنسان تسع سنوات إمام مستغرب جدا وهذا كان تأييد الدين به ليش لأنه الناس يجون يسألون الإمام الجواد وهو صبي مسائل صعبة والإمام عليه الصلاة والسلام يجيبهم عن تلك المسائل مرة المعمون استدعى الإمام الجواد إلى بغداد فالشيعة اجتمعوا في فترة قصيرة 30 ألف مسألة خلال أيام يجون عند الإمام يسألون مسائل و30 ألف مسألة والإمام يجيب عن تلك المسائل هذا تأييد للدين لأنه عندما تشوف واحد بشكل ظاهري صبي طفل هو إمام وهكذا يجيب 30 ألف مسألة في أيام معدودة زيان والأجوبة كلها صحيحة واستشهاد من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله ويستغربون الإمام عليه الصلاة والسلام كان يجيبهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام وهو في المهد عمر يوم واحد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي عمر يوم واحد هو نبي بالنسبة الشيعة الشيعة يزعمون أنك تعلم عدد قطر نهر دجلة كم قطرة ما يأكو في نهر دجلة شيعتك يزعمون يتصورون أنك تعلم هذا زيان الإمام شنو جاوبه قال إذا الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير أراد أن يعطي علم عدد قطرات نهر دجلة إلى بعوضة بقاية يقدر لو ما يقدر الله هو قال يقدر فالإمام قال لا أنا أكرم على الله سبحانه وتعالى من بعوضة إذا الله يريد يعطيني هذا العلم يقدر يطيني فالله سبحانه وتعالى نصر دينه بذلك بس شن المشكلة المشكلة أن الناس اللي ما عنده علم ما عنده فهم شوي الشيطان غوا سقط فيه هذا الامتحان والله سبحانه وتعالى يمتحن كل واحد مننا امتحان ألا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين يمتحنون مرة لو مرتين الله سبحانه وتعالى هم يمتحن بس احنا المفروض أنه ننجح في هذا الامتحان إذا واحد بالعلم وبتهذيب النفس والتقوى شوي يروض نفسه ينجح بالامتحان لأن الشيطان ما إلى سلطة على الإنسان وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الشيطان يعد الإنسان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا زين إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أنا ما كانت عندي سلطة عليكم حتى أخدعكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي قلت لك تعال انتهى مجيت أنا ما كان عندي سلطة عليك بالقوة أجيبك بس دعوتك فاستجبتم لي فلا تلوموني شيطان يقول لا تلوموني ولوموا أنفسكم وإلا الإنسان المؤمن في هذه الدنيا أحد جبرة يكون مؤمن لا الإنسان الفاسق أحد جبرة يكون فاسق لا الإنسان باختياره وبعمله بس يحتاج شوية علم وشوية تقوى الإنسان يقدر يتجاوز هذه الامتحانات بسهولة وإلا أصحاب المصالح والشبهات والشهوات تجي وتخدع الإنسان خاصة الآن ناس يجون واحد يدعي أنه هو الإمام المهدي واحد يدعي أنه باب للإمام المهدي واحد يجي يدعي أنه ابن الإمام المهدي واحد يجي يدعي أنه أبو الإمام المهدي زيان والذين يتبعون هؤلاء بعضهم ناس بوسطاء انخدع تقشمر هاي بقضية الزرق اللي صارت ذاك اللي كان مدعي انه هو الامام المهدي وهو كذا هو كذا هو كذا زين ذول الناس اللي انقتلوا وياه بالمئات انقتلوا وياه وذول منه كانوا ناس بسطاء خدعوا يعني الصدق من كل عقل اتصور انه هذا الامام المهدي خداع بخديعة زين لعب عليه لعبة وخداعه هذا الانسان لجهله انخدع فخسر الدنيا والاخرة دنيا انقتل بياه والاخرة بنار جهنم زين ذلك هو الخسران والمبين اذا فد واحد يتهنى بدنيا وبالاخرة بجهنم نقول خب فد واحد يصر مثل ابن ملجم قتل امير المؤمنين ولم يتهنى بدنياه اذا تقول يزيد ثلاث سنوات قام يتهنى بالسلطة وبالملك وكذا عصل الدنيا بس خسر الاخرة واحد يكون خسر الدنيا والاخرة فلذلك الالتفاط بشكل مستمر يكون ان الانسان دائما يجعل الله سبحانه وتعالى رقيب عليه الله دا يشوفني واذا الله ما اخذني انما نملي لهم ليزدادوا اثمن وبعض الناس اللهم يمهله حتى ملكه يتوب زين مثل ما الان افرض مثلا دولة اكتشفون واحد مجرم ليش عسى يتوب بس اذا اذم يمكن يتوب باتشر اذا اكل فلوس الناس يرجع لهم فلوسهم واذا تعدى على حدود الله يقضي صلاته يقضي صومه ماكي لفلوس الناس يرجعها لهم وما الى ذلك واذا ما بها مجال الله سبحانه وتعالى يطيمه له حتى يزداد اثمن حتى عذابه يكون عذاب شاق فالالتفات انه الانسان لا ينجر الى الشهوات لا ينجر الى الشبهات لا ينخدع بسرعة هذا يحتاج لشوية علم شوية مطالعة شوية فهم زين مراجعة العلماء الربانيين مو كل واحد يجا يدعيف اتشي واحد يصدقه شخص العلماء الربانيين منهما واتبعهم وإلا ذول الخوارج اللي خرجوا على امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هم وناس كانوا ضمن جيش امير المؤمنين وكانوا ضمن جيش امير المؤمنين هذا شمر ابن ذل جوشن لعنة الله تعالى عليه كان من اصحاب امير المؤمنين وفي يوم صفين كان يدافع عن امير المؤمنين وجرح في المعركة يعني في معركة الدفاع عن امير المؤمنين نجرح ويوم عاشوراء اثار الجرح كان موجود في جسمه وصار موقع مفصلي خوارج قاموا ضد امير المؤمنين وصار خارجي وبعديا كفروا امير المؤمنين انتصرت كافر وقاتلوا امير المؤمنين وبالنتيجة هم قتلوا امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام واربع تالاف واحد منهم كانوا حفظت القرآن لأن فتنة كبيرة كانت اربع تالاف واحد من ذول الخوارج يحفظون القرآن عن ظهر القلب زين ولكن الرسول صلى الله عليه وآله شنو يقول يقول يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يعني الصح صحيح يقرأ القرآن بس هذا ما يوصل المخة معنى هذا القرآن ما يدري ان القرآن الناطق هو علي ابن ابي طالب عليه السلام القرآن يدعو الى علي ابن ابي طالب هذا ما يفتهم ما يشتغل هذا المخة بس ليه نانا الترقوة ترقوة هاي المنطقة يسموها الترقوة أخير الرقبة لا يتجاوز تراقيهم وخسر الدنيا والآخرة فبناء على ذلك ينبغي علينا جميعا أن نبقى على الصراط المستقيم حتى الله سبحانه وتعالى في أي امتحان شافنا ننجح فيه ويتفضل علينا بأن يختم أمورنا بالسعادة في الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا